اللي معايح دهب يبيع ولا يشتري ده سؤال كلنا بنسأله في الوقت الحالي بعد انخفاض الدهب الفترة الحالية وان احنا لو بيعنا كده ممكن نخسر مشاهدي ومتابع تلفزيون وطن في كل مكان اهلا وسهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة على مدار السنين دايما المعدن الاصفر هو الاسمار الامن والافضل لكتير من الناس وخلال الفترة اللي فاتت شهدت الاسواق المصرية انخفاض في اسعار الدهب وكان في بعض الايام ممكن ينخفض سعر مرتين وكمان 3 مرات وده في يوم واحد بس الموضوع ده خل الناس كتير بتسأل ايه هو الوقت المناسب لهم في انهم يشتروا الفترة الحالية ولا يستنوا شوية ممكن سعر الدهب يقل تاني والناس اللي كانت استثمرت في الدهب خلاص واشتريته حاليا بتسأل هل يستثمرون في الانخفاض ده هل يبيعوا ولا يستنوا شوية وهل هم كده خسروا ولا ايه اسئلة كتير بتدور في ازهار الناس حول مصير الدهب وايه التصرف الصح اللي يعملون وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن الدهب هينضم لي نعب الهاتف عمر المغربي عضو شعبات الدهب بالغرفة التجارية اهلا بحالك استاذ عمر اهلا بيك يا فم الناس كلها تسأل ايه هو انسب وقت لشراء الدهب وهل ده الوقت المناسب للشراء؟ تمام احنا دايما منقول اي وقت انا معايا فائد من المال فهو ده الوقت المناسب لي كشراء للدهب الدهب دايما في ارتفاع حتى لو حصل في بعض الاوقات انخفاضات لازم الدهب بيرجع تاني لاعلى نقطة وصل لها وبيعدي النقطة دي وبالتالي عشان كده احنا دايما بنقول ان الدهب هو طويل المدى وليس قصير عشان كده احنا بنقول احنا بنقول الدهب كانا باكسب فيه هو ملايز امن للاضخار مش استثمار يعني ان انا بنقول الدهب انا نحتاج ان او انا عايز ابيعه واكسب وفلوس يزيد والكلام ده كله هو الدهب بيحفظ طيمة الفلوس طيب تنسح الناس بشراء اي عيار ونبدأ في الوقت الحالي؟ كل الدهب واحد العير واحد وعشرين زي التمنتاشر زي الاربعة وعشرين لما حاجة البيزيد ده بيزيد ده بيزيد هي بتبقى معادلة احنا بنحول من ده لده عشان نعرف سعر كل واحد لكن كلهم بيزيدوا بنفس النسبة وكلهم بيقلوا بنفس النسبة احنا بنقول للناس دلوقتي فرصة ان الدهب نزل جامد عن الفترة اللي فاتت متوقع طبعا يبقى فيه زيادات كبيرة الفترة اللي جاية ولكن فبنقول للناس دلوقتي فرصة الناس اللي حابها تشتري وتشتري مشغولات يعني هي فرصة بقى ان انا اشتري مشغولات الدهب بيبقى زينة وخزينة ماشتريش سباك وجناهات بس كده انا حولتوا لخزينة بس حاجة مركونا في الدرجة او في أستاذنا عندي فانا بنقول للناس ده هاتوا مشغولات زينة وخزينة عشان تستمتعوا بالفلوس بتاعتكوا وفي نفس الوقت انتوا حافظين قيمة الفلوس في الده طيب أستاذ عمر طيب ده كان بالنسبة للناس اللي هتشتريه طيب بالنسبة للناس اللي خلاص اشتريت الفترة اللي فاتت تعمل ايه في الوقت الحالي هل تفضل الدهب عندها ولا تبيعه ولا يعني استثمار الأصاح اليوم بالنسبة للفترة دي ايه؟ هو احنا بنقول محدش يبيع الدهب خالص حتى لو كان الدهب عالي جدا وغالي جدا برضو محدش يبيع الدهب الا لو محتاج الفلوس ضروري يعني لو هبيع الدهب واخد الفلوس دي هحطها في شقة هحطها في عربية بعمل مشروع او محتاجها لأي زار في طارق ده السبب الوحيد اللي يخلي الواحد يبيع دهب غير كده خلي فلوسك في الدهب هتبضل حفظة بقيمتها وبالزيد كمانا طيب احنا شفنا انخفاض سعر الدهب بشكل كبير وشكل ملحوظ وكان ممكن ينخفض سعره مرتين في يوم واحد بس هل ده ممكن يستمر الفترة الجاية في الانخفاض؟ احنا خلينا نقول احنا كان ايه اسباب الانخفاض وكان ايه اسباب الارتفاع اسباب الارتفاع الفترة اللي فاتت كانت زيادة الطلب على العرض الفترة الحالية عندنا فيه بعد قرارات مجبس الوزراء بمقترح من شعبة الدهب ووزارة التموين بيستمح للقادمين من الخارج بان هما يدخلوا الدهب بدون فرد اي رسوم او جمالك او ضريبة فطبعا ده ادى لان فيه ناس كتير بدأت تقول ان كده الدهب هينزل فبدأ يبقى فيه معروض فيه ناس حب التبيع الشريع على الزهر الغالي ففيه ناس كتير بدأت تنزل التبيع بدأت فعلا يخش دهب من بره بدأ يبقى فيه معروض بيوازي الطلب بدأت تقل الفجوة ما بين العرض والطلب فطبعا ده ادى لانخفاض الاسعار كل ده متوقع انه يرجع يزيد ثاني زي اي سلعة ممكن يحصل فيها عرض والطلب واختلافات في الاسعار نشكر حضراك جدا استاذ عمر المغربي عضو شعبة الدهب بالغرفة التجارية شكرا جدا لحضراك شكرا شكرا زي ما اسمعنا من استاذ عمر ان الفترة الحالية هيبقى فيه انخفاض في سعر الدهب او بمعنى اصح الناس تشتري الدهب في الوقت الحالي عشان فيه انخفاض في السعر وبينصح الناس بعدم انه هما يبيعوا الدهب الخاص بهم اللي كانوا اشتروا الفترة اللي فاتت وبكده مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان نكون وصلنا معاكو لنهاية نشرتنا الاخبارية نشوفكو فيه نشرت اخرى على خير اشتركوا في القناة